الزوجة اليوم اذا حصت مشكلة لا تفاتحوا زوجها تروح تحكي لأختها الزوج اليوم مشكلتها تحكي لها كلمة بقولك كتاب مفتوح لما تحكي لها سر بتقولك سرك في بير وخواتها كلهم في البير خواتها قاعدة تحت تحكي سر لمين مشكلة المرأة اليوم بدلا ان يكون انتماءها لزوجها صار انتماءها لأمها وابوها وتستشير اليوم المشكلة حصت مشكلة بين الرجل ومرته بتجمع الكونغرس والبنتاجون كله اللي هو نسوان اخوتها وخواتها مفيش حد بحي المشكلة مع زوجته وزوجها بيروح تشتكل هناك والهناك بصيروا هولها يعني ليس فيهم رجل رشيد يقول اتق الله ومعليش المشكلة كل اسلام زي بعض كل نسوان مفيش حد يقول هيك مفيش حد يقول هيك وهو بيطلع مع اصحابه ايضا بيقول له المرأة مسخنوه اه المرأة لا تأتي الا بالكسر المرأة 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 فبدخل عالبيت هو منفوقي منفوقة فبدقوا بعض تينفجر العائلة احنا مشكلة اليوم مفيش حوار مفيش حوار